دائما نسمع طبعا أنه الله على كل شيء قدير إذا الله القادر على كل شيء الذي يقول فيكون فيعني طب ليه الصلب يعني هاي الفكرة الأمر مش الله عنده القدرة أنه يرحم الإنسان أو يهلك الإنسان فلماذا الصليب لأنه خلي بالك أنا بتكلم من منطلق فعلا كأنه عم بدافع عن هوية يسوع المسيح تمام يعني في ناس كتير تقول ذات الكلام وتقول الله قدير على كل شيء كان ممكن يخلص الإنسان وهو في السماء كان ممكن يعفو عن الإنسان لماذا الصليب الله إذا عاف عن الإنسان دون أن يأخذ حقه وهو الموت سيكون الله رحيما جدا جدا لكن ليس عادلا وسيفرط في مبادئ قداسته وإذا قاض على كل البشرية سيكون عادلا لكن لا يكون رحيما فإن الرحمة لكي تلتقي بالعدل ينبغي أن الله يعفو عن الإنسان لكن ينتقم من الخطيئ يوم تأكل منها موتا تموت يبقى لازم يكون في البديل فأرسى الله مبدأ البديل في الجنة يوم صنع على آدم وحواء أقمصة من جلد فآدم عفو عنه هو وحواء لكن الله اقتصى العقاب من البديل وهو الذبيحة وبكده يبقى العدل والرحمة التقيا إلى أن يأتي وهنا بقى تدرج الإعلان عن صليب المسيح فبدأ الإعلان بحمل أو حيوان في الجنة وبعد كده هبيل لما قدم قال لنا أنه الحيوان ده ينوب عن شخص خروج 12 قال لنا ينوب عن أمة لكن بعد كده نعرف أنه حمل الله الذي يرفع خطية العالم تدرج الإعلان إلى أن يأتي المسيح مع أنه الإنسان حاول بالدبايح وبالتقوى وبالأعمال الصالحة لكن مش قادر يصل لأله عن طريق هذه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة لا تحصل مغفرة ترجمة نانسي قنقر